السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونوا بخير المرة الفاتت زي ما عدناكم اللي احنا هنتكلم في مواضيع يعني نتطرق في جانب اخر في بعض الامراض والعلاجات بتاعتها في الفترة اللي احنا موجودين فيها في الحجر يعني وموضوع فيروس كورونا والنهاردة بصراحة عايز اتكلم في فيروس او مرض بصراحة كنت عايز اعمل له حلقة من زمان هو فيروس الكاليسي او مرض الكاليسي الفيروس بالذات اعراضه يعني ممكن الناس تشوفها وما يخدش باله ان ده فيروس الكاليسي وده اعراضه خطيرة جدا والفيروس بالذات ممكن يؤدي للموت فبلاقي ناس كتير بتقول لي مثلا ان لسان القطة في بقى في حبوب في سقف حلقها اللي هو الفكس العلوي من الفم يعني فيه حبوب او فيه بدأ يظهر شوية تعفون او عفون او كده او نقطة ضم حمرة زي دمامل كده الكلام ده كله اعراض انا طبعا انا هدخل في اعراض الفيروس دلوقتي بس خلال الاول نقول ان عشان نتجنب الفيروس ده من البداية التطعيم تكون القطة محصنة بمعنى ان لما تكون القطة من البداية من بداية سن الشهرين تاخد التطعيم السلاسي او الرباعي او على حسب ما الدكتور بيكرر وان شاء الله يعني هكتبلكم في الوصف في الرابط حلقة التطعيم لانها مهمة جدا وارجعوا شوفوها فيها كل مراحل التطعيم واسماءها وانواحها يبقى من البداية لازم يكون في تطعيم وما ينفعش يكون مثلا القطة جالها القطة مثلا جالها فيروس وهي بتولد او هي مثلا حامل ما ينفعش انت تديها التطعيم دلوقتي وتقول عشان القطة الصغيرة ما تلقطش الفيروس لا خلينا الاول نعرف فيروس كاليسي ايه هو واعراضه مرض الكاليسي هو فيروس يهاجم الجهاز التنفسي للقطط الرئتين القصبة الهوائية ممكن يوصل الامعاء وساعات واللثة واللسان والفم والأنف وكمان ممكن يوصل للعضلات الفيروس ممكن ينتشر بسهولة جدا من الامراض اللي هي ممكن تنقن العدوى من قط الاخر وفيه حالات توصل معها للموت ايه سبب انتشار الفيروس اول حاجة زي ما قلنا عدم تطعيم القطة الصغيرة من سن شهرين ثلاثي او رباعي مش هنقول اللي هو هيمنعه نهائيا ولكن بيقلل اعراض بتاعت المرض فطبعا الفيروس لما بيدخل بقوة في جسم القطة التلقيحات اللي احنا قلنا عليها دي بيكون اجسام مضادة ضد الفيروس ده ويبتدي حربه فبيطلع الناتج النهائي اللي هو ممكن يكون الفيروس واعراضه خفيفة جدا وممكن سهل اللي هي احنا نعالجها الحالة التانية انتشار الفيروس هيكون عن طريق الملاجئ الموجودة في اي مكان وما فيهاش تهوية جيدة وما فيهاش شمس كتير فده طبعا تقارب الانفاس وعدم التغطية الهواء الجيد ممكن ينالبسهولة جدا المرض من قط الاخر طيب ايه هي اعراض المرض فيه عندنا شكلين الشكل خفيف شوية اللي ممكن يتعالج بسهولة والشكل اللي هو يعني تكون الاعراض فيه تطورت الشكل خفيف نتكلم فيه عن طريق الجهاز التنفسي ممكن نلاقي تنفس شوية هنلاقي فيه تقرحات في اللسان او في الفك العلوي من الفم كمان هيبقى فيه فقدان شهية ان مكانش جزئي هيكون كلي فقدان شهية بشكل عام ومش كل فقدان شهية هنعتبر اللي هو فيروس كاليسي فيه فقدان شهية لحاجات تانية مش شرط نتكلمني مضمن الاسباب بتاعته فيه كمان المخالب هتلاقي فيه بدأ فيها التهابات وهتلاقي القطة بدون سبب القطة ماشية بتعرج وانت تسأل هي ليه بتعرج يعني مفيش اي حاجة ولا تخبط اي حاجة هتلاقي فيه ان منطقة المخالب بدأت تنتفخ ويبان عليها تقرح شوية كده او في عفن بان عليها وهتلاقي القطة دائما بتعرج اعرف على طول ده من اعراض فيروس كاليسي كمان هنلاقي فيه التهاب في جفن العين لدرجة لها ممكن عينه تقفل وبرضه مش كلما العين بتاعت القطة او الجفونه تقفل وتلتهب هنقول عليه فيروس كاليسي لا ممكن يكون التهاب عين عادي وهنقول طبعا علاجه ايه كمان فيه عندنا ارتفاع درجة حرارة ممكن درجة حرارة طبعا كمان احنا عارفين درجة الحرارة العادية بتوصل بداية من ثمانية وتلاتين وربعة ونص بتوصل اربعين وواحد وربعين ده معناها درجة حرارة مرتفعة ودي برضه ممكن نحن نكلم على الاعراض الخفيفة خلنا ندخل على الشكل الاخر اللي هو فيه بيبقى الفيروس في المراحل متطورة ومتقدمة طيب بداية هيبقى فيه زي نزيف من الفم والأنف نزيف دموي هنلاقي فيه تقرحات وصلت لمرحلة العفونة في الفك واللسان حبوب حمرة دم لكده دي مراحل متقدمة هتلاقي فيه التهاب في المفاصل هتلاقي كمان انتفاخ في الوش بشكل عام والأرجل كل دي أعراض تعرف له أعراض فيروس كليسي طيب احنا هندخل دلوقتي على العلاج وازاي احنا نقدر نعالج الفيروس ده بس هل فترة الاستشفاء او فترة الشفاء بتكون قد ايه؟ بيختلف من قط الاخر على حسب تطور الحال عنده يعني مثلا في العادي لو انتكتشفت المرض بدري ممكن الشفاء بيكون اسبوع لخمساشر يوم مثلا او اسبوعين الموضوع فيه تطور شوية بيطول معاك ولقدر له ممكن يحصل موت يعني بنقول الناس ان الفيروس ده مهم جدا يا جماعة لازم نتحصن منه وده طبعا هنبقى في غين عن كل الكلام ده لما ناخد التطعيم اللي من سن شهرين وممكن يكرر سنوياً وعندنا نوعين من العلاج فيه علاج خارجي وعلاج داخلي ايه الفرق بينهم؟ علاج الخارجي اللي انت تبتدي تشوف ملامح القط نفسها التقرحات دي ازاي هنشالها اول حاجة اول لما القط يبان عليه التقرحات دي هنجيب مطاهر بتدين ونخففه بماء بماء ونجيب قطنة طبية طبعا التقرحات بتبقى في الفك العلوي وفي اللسان وفي اللسه بتحاول انت تضغط بالقطنة الطبية بتطلع انت التقرحات دي هيتطلع معاك ان شاء الله تمام؟ دي كبداية دي اول حاجة عشان تطهر المنطقة دي خالص ونضفها الانف او الفم اي مكان في تقرحات او عفونة هنبتدي نطلع بقطنة طبية او عمود او عود قطنة طبي طبعا وتحكم اكتر مكان بيكون فيه لواساق في الحل المنطقة العلوية واللسان والحطة المنطقة تحت دي بتحاول ان تضافها كويس جدا لغاية ما يطلع معاك بعد ما نخلص المطاهر مطاهر بتدين في مرهم اسمه جنجا جل زي ما انتو شايفينه على الشاشة جنجا جل المطاهر ده او سوري الجل ده او المرهم ده هتبتدي بقى تحطه في المناطق اللي انت نضفتها ده ان شاء الله بيحاول بيعالج المنطقة دي وبيعمل ترميم للانسجة اللي موجودة وان شاء الله ده بيجي بنتيجة كويس جدا هنطلع فوق شوية العين طبعا لو لقيتها مقفولة ومنفوخة تحط له مرهم اسمه اوبتي كلوكس زي ما انتو شايفينه كده اوبتي كلوكس ده هتدل من جوه الجفن او ملاقيتوش ممكن في مرهم اسمه سيبروسين سيبروسين او مرهم اسمه تراماسين سواء مرهم او قطرة اللي اتنين يمشيه ده بالنسبة للعلاج الخارجي اللي احنا شايفينه من اعراض مرض الفيروس وجود جفاف حد فاول حاجه بتعملها اللي انت هتدله محلول جفاف فيه طريقتين اما هتدله ابرة مغزية وده طبعا للناس اللي فهمه او اللي هو هيروح لدكتور بي او الناس اللي ممكن يعمل موضوع الابرة مغزية فيها محلول ملحي للجفاف معرفتش تعمل دي ومعندكش خبرة هتدله عن طريق الحقنة في الفم محلول جفاف يعني هو لانه هيبقى خلصان خلص لان الفيروس بيوصل لمرحلات جفاف لانه اصلا القط ولا هيشرب ولا هيأكل في مرحلة المرض هنديله كمان مضاد حيوي اسمه اموكسيسلين اموكسيسلين وده عشان نتجنب اي عدوة فيروسية او بكتورية في مرحلة العلاج طيب فرضا القط عنده حرارة مرتفعة هنحاول نديله نوفالجين نوفالجين ده دواء لخفض الحرارة وعايز اقول ملحوظة مهمة جدا اي دواء احتوي على مادة الباراسيتامول باراسيتامول ممنوع تديها القط طبعا المرض او الفيروس فيروس كاليسي بيعمل تلايف في الانسجة فنحن نحاول نرمم الانسجة دي ديكسا ميثازون ده بيساعد على ترميم الانسجة التالفة ممكن كمان ياخد معاه فيتامين اسمه بي كومبليكس بي كومبليكس ده لتنشيط الاعصاب فده برضا هفر مع القط جدا كمان فيه شراب اسمه رويل ده مغزي للاطفال شراب الاطفال هو بيحتوي على غزاء الملكات النحل ده برضا عشان نرفع المناعة والنشيط العصاب فده كلها مكملات فيتامين اي او بي علشان نحاول نساعد في عملية الاستشفاء اللي احنا بنعالج منها القط مع تقوية جهاز المناعة عشان برضو جهاز المناعة مهم جدا لان هو الاصلا هو اللي بيقاوم المرض مفيش دواء معين هندي للقط علشان يخف يعني مفيش مثلا حباية لعلاج الفيروس مفيش حباية لعلاج كاليسين احنا كل اللي بنعمله ده عشان نقوي جهاز المناعة لان الجهاز المناعة هو اللي بينتج اكسام مضادة عشان يحارب المرض فانحنا بنحاول نقويه يعني بندعمه كلنا علشان هو يبهب هو بيكون في المقدمة احيانا برضو بيكون القط مش عارف يتنفس وفيه كتير وناس بتقول لي يعني موضوع ده اللي في القط مش عارف يتنفس خالص ومش عارف ياخد نفسه وده معنات لقتنفس وفي الحالة دي هندي له حاجة لتفتيح الشعب على هواية دي حاجات كلها بنحطها في الحزبان لو المرض بدأ يتطور معك المرض ان شاء الله ما يكونش متطور لو انت تلاحز من البداية موضوع التقرحات اللي في اللسان او الانف او انت بشكل عام تلاقي القط بدأ يمتنع عن الاكل وبدأ يبه فيه زي حبوب في لسانه او فيه عنده مثلا افرازات من الانف او الفم مش طبيعية حاجات دي كلها انت تبدأ تكونها مع نفسك كده وتحللها وتعرف ان ده بداية امر مش طبيعي طيب مثلا بالنسبة للأكل احنا عايزين نديله دلوقتي في الفترة دي طبعا هو لازم يأكل بس هو مش عارف يأكل بنفسه فهنحاول نديله اكل سايل شوية اللي هو مثلا زي الحاجات المهروسة اللي انت ممكن تحطها في حقنا وتدهاله هو مش قادر اصلا يأكل عشان التقرحات والعفون اللي عنده فنحاول نديله حاجة سهلة الهضم حاجات فيها قلمة غزائية عالية وفي نفس الوقت ما تبهاش صلبة علشان يعرف يمدخك جويس او المعدة تهضمها الناس بتستهون موضوع التطعيم اللي هو مش موجود ويقولك القطة في الشارع عادي ما بتطعمش ما انت متعرفش القطة اللي في الشارع دي عندها مرض ولا لا انت مش هتتباحها كل يوم ومش عارف عمر القطة دي بقله كم يوم انت ممكن تشاف القطة النهاردة وبعد يسبوع انت مش هتاخد بالك يعني عادي مش هتهتم وممكن القطة دي تكون ماتت ممكن القطة بتاعتك تفضل معك سنة واثنين وثلاثة عادي لان هي اصلا في حاجة القطة بيبقى فيها مثلا فيروس من جوه هي بتقاوم المرض جهاز المناعة بتاعها بتقاوم المرض وبينتج اجسام مضدة علشان يقاوم المرض فلو الجهاز المناعة ما انتجش الاجسام المضدة دي هيظهر المرض وهيظهر موضوع الفيروس وهنعاني علشان كده نحن بيقول للناس الموضوع مش بسيط التطعيم مش مجرد لعبة انت بتاخدها او اه اه ازادت فلوس لا تطعيم مهم جدا يارب تكون الحلقة عجبتكم واستفدتوا منها يارب تكونوا بخير كلكم يارب بجد واحد مفتقدكم مفتقد الحماس اللي نخرج بره ونشوف قطة وننقذها ونروح للملاجئ بصراحة شاف ان ده احسن من عادة البيت ده حاجة انا حبيبها اكتر ان شاء الله يارب بس دعواتكم كده ان شاء الله الموضوع يزول المحن اللي احنا فيها دي ونشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته